السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة و السلام على رسول الله معكم وانسا أحمد في هذا الفيديو سنتدسوا كيفية تصليم الشكل الوضع مامكم باستخدام برنامج الصوليد وورك فهذا هو الشكل في النهاية وهذا الشكل هو عبارة عن كل دوائر فنرسم دائرة كبيرة بعدين دائرة أصغر منهم كـ ونفس الشيء هذه نرسم دائرة نرسم دائرة وندورها باترن نفس الشيء نرسم دوائر وندوره ستة دوائر فنحن ندرس أهم شيء في الشكل فنضغط على ندرس أهم شيء ندرس ندرس أهم شيء باترن أول شيء نحدده نرسم الدائرة الكبيرة دائرة الكبيرة ونرسم دائرة أصغر ودائرة أصغر ودائرة أصغر ودائرة أصغر طبعا كيف اتفقنا انه الدائرة الصغيرة بكل هي هذه الدائرة 16 ملي متر ستة ملي متر اعطيها لك قطرها بساوي 16 ملي متر اذا عفوا الدائرة الصغيرة بكل هذه ستة ملي متر الدائرة هادي اللي هي الدائرة التانية كيف ما وضع حمامكم قال لك ستة هولز يعني ستة فجوات عشرة ملي متر كلهم عشرة ملي متر اللي هو على قطر على قطر 32 اذا قطر هذا بساوي 32 فنرسم هذا 32 القطر هذا نفس الشي اربعة هولز في اربعة فجوات موجودات على قطر 54 فالقطر هو بساوي 54 واخر شيء قطر الرئيسي هذا الكبير بكل بساوي 70 وقسمنا الدائرة الأولية فنحدد طبعا دائرة هادي نحددها والدائرة هادي بالكنترول تضغط عليها وديرون فور كونستركشن يكونوا هيك بالكيفية هادي كويس طبعا نرسمه اول شيء الدائرة هادي طبعا نقل لك فور هولز منا اربعة فجوات قطرهم 8.6 اذا نرسم دائرة واحدة بس نرسم دائرة واحدة بس قطرها قداش قطرها 8.6 كويس طبعا هنا فيه ستة دوائر كل دائرة بتساوي 10 مليمتر اذا نرسم دائرة نرسم دائرة هنا قطرهم قطرها 10 مليمتر كويس بالاضافة في دائرة صغيرة فسط الدائرة هادي في دائرة صغيرة فنرسمها قطرها هادي بتساوي كيف موضح حمامكو في الرسم كاتبها لك هنه بتساوي 5 مليمتر اذا هادي بتساوي 5 مليمتر كويس خلاص طبعا نمشي للأهم شي اللي هو سيركولر سكيتش باترن فنحدد الدائرة هادي الاولى بندير 4 طبعا عددهم 4 موجودة 4 مزبوط يمشي 90 درجة لكل واحدة على مجموحهم 360 درجة اذا ندور دورات كاملة 360 درجة اذا اربعة ونديروا موافقة كويس نحدد نفس الشي سيركولر باترن نمشي نضغط على انتريستو باترن ونحدد الدائرتين هادو الدائرة هادي والدائرة هادي كويس هادو اربعة لكن هنش نبوه هننبوه ستة هنبوه ستة اذا نزيد على الدوائر اذا ستة هكي ستة ونضغط موافقة وهكي ارسمت كل شي طبعا نمشي للفوتر ندير اكسترود بايس اكسترود بايس للشكل الكل هذا لاحظوا ان كلها سيرفع لأعلى معدد الدوائر الصغار سنديرهم بعدين الدوائر الصغار سيرفع كل شي بكفية هادي لاحظوا سيرفع كل شي بالكفية هادي الا الدوائر الصغار سنرفعهم بعدين بمسافة 5 مليمتر طبعا اول شي كيف يركب هذا المعدن بيركب بمسافة 10 مليمتر اذا 10 مليمتر محددة ونضغط موافقة كويس بعد ذلك نبين ندير الدوائر الداخلية فنرجع لنفس السكتش وندير اكسترود بايس اكسترود بايس نحدد الدوائر توكل واحدة اول واحدة هادي بعدين هادي بعدين هادي بعدين هادي بعدين هادي بالفارة تقدم وتوخر طبعا يركب بمسافة كداش يركب بمسافة 5 مليمتر يركب بمسافة 5 مليمتر وندير موافقة وهذا هو الشكل متاعي وهذا هو الدرس خلينا زيد تغير اللون ندير نفس اللون الموجود عندنا وليكن هذا اللون مدير موافقة اذا هذا هو الشكل المتاعي المرسوم بهذه الكيفية نتمنى تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس على امل لقاء بكم في درس قادم بعون الله تعالى شكرا جزيلا على حصة الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة